إذن نتحدث عن الإرهاب الآن نتحدث عن تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديدا في دول عدة هذا ما أكده اليوم تقرير نشرته صحيفة سندي تايمز البريطانية عبر ما يعرف بخلايا التمسيح هي استتباع لاستراتيجية داعش في شن هجماته سابقا عبر ما يعرف بالذئاب المنفردة الاستخبارات البريطانية كشفت أن خلايا التمسيح تمثل نهجا جديدا لداعش في شن هجماته في الوقت الذي حذرت تقارير استخباراتية وصحيفة أخرى من احتمال شن تنظيم لهجمات جديدة في دول عدة السلطات الأمنية العراقية أعلنت إطلاق عملية عسكرية في جبال حمرين على حدود محافظات كاركوك والديالا وصلاح الدين وذلك للقضاء على فلول تنظيم داعش ويتخذ ما تبقى من مقاتلي داعش جبال حمرين ملاذات آمنة لتنفيذ عملياتهم قرب حدود المحافظات الثلاثة في سياق متصل حذرت وكالة الاستخبارات الألمانية من التقليل من شأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش بعد هزيمته الرسمية في سوريا وشمال العراق وأوضح رئيس جهاز المخابرات الداخلية أن المنصات الألكترونية التابعة لتنظيم داعش ما زال بإمكانها جذب مجندين على استعداد لشن هجمات على الأرض كما أكد تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية نقلا عن خبراء مكافحة الإرهاب في سريلانكا أن الجماعات الإرهابية الصغيرة في الجزيرة لم تكن لتنفذ هجمات الأحد الدامي في البلاد دون مساعدة خارجية ونقلت الشبكة الأمريكية عن المحلل في مجال مكافحة الإرهاب بروس هوفمن قوله إن هجمات الأحد الدامي في سريلانكا تعد قفزة لداعش من حيث الحجم في القدرات التنظيمية واللوجستية بعدما نفذ عمليات إرهابية بعيدة عن المركز وتشير معظم التقديرات إلى أن الآلافة من قاتلي داعش خرجوا من الخلافة بعد فقدان الموصل والرقة عام 2017 ومما يزيد من مخاوف استعادة داعش لقوته امتلاكه أرصد ببنكية تتراوح بحسب خبراء بين 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار كما أن التنظيم لا يزال يحظى ببعض الدعم المعنوي والتعاطف خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها التنظيم المتطرف